حرارت قوات ألوية العمالقة الجنوبية مناطق جديدة في مدرية حريب بمحافظة مأرب وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيا الحوثية وتمكنت قوات العمالقة الجنوبية من تحرير عدد من القرى بعد معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة الجنوبية ضد الحوثيين مكبدة إياها خسائر فادحة في العتادي والأرواح وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوفهم فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار هذا وكانت قوات ألوية العمالقة الجنوبية قد تمكنت من تحرير مناطق شاسعة في مدرية حريب في الأيام الماضية بعد تحرير ميليشيات الحوثية من مديريات شبوى